نعود ونستأنف أعمال الجلسة السابعة من جلسات التحكيم في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها السابعة والعشرين وندعو المتسابق الخامس في هذه الأمسية القرآنية حافظ القرآن الكريم غلام إلياس شوهان من بنما ويقرأ برواية حفص عن عاصم شكرا استعن بالله تعالى ثم اقرأ السؤال الأول من قول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلا هؤلاء ولا إلا هؤلاء ومن يطلن الله فلن تجد له سبيلا إن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأصفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فولاك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا حسبك السؤال الثالي اقرأ من قول الله تعالى إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريع منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمسة في سبيل الله ولا يطؤون موت أن يقيضوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيء أجر المحسنين حسبك ولا حسبك السؤال الثالث اقرأ من بداية سورة المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشقون والذين هم عن اللغو معردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أسواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فما دب تغاوراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين لا صحيح فتبارك الله أحسن أعد فتبارك الله أحسن الخالقين الخالقين بالقاف فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غفين وأنزلنا منك السؤال الرابع اقرأ من قول الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبعي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول عن الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون حسبك السؤال الخامس اقرأ من قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتعي مرضات أزواجك والله غفور رحيم عد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن إن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات فيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة علاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حسبك حسن تبارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر